تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد وترتبات الإعداد لاستضافة القاهرة النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي وجاء ذلك خلال اجتماع مدبولي برئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لمتابعة جهود الهيئة في عدد من ملفات عملها وخلال الاجتماع وجه مدبولي بسرعة التنصيق مع الجهات المعنية لتسريع خروج الشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم التعاقد عليها من جانب الهيئة ووصلت بالفعل إلى المواني المصرية